دعت وزارة حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لحماية السكان في محافظة الجوف وفتح ممرات آمنة للنازحين من السكان المحاصرين والعالقين والواقعين تحت نيران المدفعية والقذائف الصاروخية للميليشيات الحوثية وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من أن التصعيد الحوثي في الجوف وقصفهم العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة أدى إلى وقوع خسائر كبيرة بين أوساط المدنيين والممتلكات العامة وتسبب في تهجير ونزوح أعداد كبيرة من السكان أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن كما نفذت عناصر ميليشيات الحوثي أعمالا انتقامية واسعة بحق السكان وأضافت الوزارة أن المعلومات تشير إلى مقتل وإصابة 16 شخصا بهجمات عشوائية حوثية في مديرية الغيل بالإضافة إلى تهجير ونزوح أعداد كبيرة وتفجير ثلاثة منازل ونهب محلات تجارية وسيارات تابعة لمواطنين داعية للمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل ووقف التصعيد الحوثي الموجه ضد السكان المدنيين وكذا فتحوا مراكز للإيواء وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية والطبية الطارئة للسكان المدنيين وبالتحديد الإيواء والغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة والدعم النفسي الأولي للناجين